اشتركوا في القناة من عندي الدسلايك واللي حابب يسأل اي سؤال او عنده تعليق على شيء يتدندل تحت على الكومنتات ويكتب الكومنت اللي بده اياه عشان ابتداء من الحلقات الجاية ان شاء الله رح نجاوب على بعض الاسئلة اللي بتعطوها او بتسألوا عنها اللي بتتعلق في علم الفلك او في اي علم اخر من العلوم المورائيات او الغيبيات او اشياء مثلا انشرحت وما فهمتوها حابين تستفهموا عنها فاللي بده يحط اي اشي او يسب علي برضو بقدر يكتب في التعليقات ما رح نزعل منه جماعة كذب المنجمون ولو صدقوا صدق الله العظيم هاي الاية والله ما هي اية ولا حديث ولا هاي مقولة بس حبيت اوضح لانه هدول كثير يعني اليومين الماضيات ظلوا وصدق الله العظيم كله يكتبوا لي ها كذب المنجمون ولو صدقوا صدق الله العظيم مش اية يا جمعة الخير والله ما هي اية ولا حديث اه تخلوش الناس تضحك عليكم او تخلونيش اضحك عليكم مش لهالدرجة الدين يعني او تيجي تكتبها وهذا كفر وشرك بالله وتكتب لوحد تحت ممكن نتعرف تراسلينا خلينا نروع لتوقعاتنا طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين واحد وثلاثين ايار واحد ثلاثين خمسة اخر يوم في شهر خمسة اه القمر موجود في منزلة سعد الاخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة خمسة واربع وثلاثين دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر موجود في برج الدلو اه وحكينا انه القمر لما بكون موجود في برج بناخد احنا من ميزات هذا او من الصفات اللي بتأثر على هذا البرج بناخد اهم الصفات هاي وبتنطبق على جميع الابراج يعني كلنا منحس تقريبا في نفس الاحساس لانه منتأثر من البرج الموجود في القمر فعشان هيك منشعر انه احنا بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي ووسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز طبعا هاسا بديو طعب واحد يقول لك بطل في اجهزة استيريو اي جهاز الكتروني وتجربة طعام جديد طيب بالنسبة للزوايا الفلكية عندنا مجموعة زوايا فلكية وطبعا الزوايا الفلكية بتسمعها زي ما بتسمع توقعات برجك فعشان هيكي لما بتسمع انت الزوايا برضو بتاخذ فيها وبتاخذ في برجك وبتدمجهم مع بعض بطلع توقعات برجك كامل فالزوايا تأثيراتها اقوى من تأثيرات القمر وجوده في في البرج عشان هيكي تأثيراته وبتيجي اكبر واوسع طبعا اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين اورانوس وهي رح تكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وعشرين دقيقة فجرا يعني صباحا بتوقيت جرينيتش تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي يعني عصبية مشكلة شغلات زي هيك اما بالنسبة للزاوية التي تريها فهي زاوية اقتران برضو سلبية وهاي رح تكون بين القمر وبين زحل ورح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمس وعشرين دقيقة صباحا برضو بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب وعراقية اللي بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وبرضو يفضل انه ما نعتمد على الحظوظ بهاي الفترة بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر في زاوية بطيئة رح تتشكل بعد هاي الزاوية هي زاوية تتليث ايجابية بين المريخ وبين نبتون رح تكون في تمام الساعة خمسة وخمسة عشر دقيقة صباحا بيكون عنا تركيز على عالي الدرجة لانه في هاي الفترة ممكن نكشف اي شخص بيحاول انه يكذب علينا او يخدعنا كمان هاي الزاوية بتدفعنا لا حب المغامرة وتحمس لفكرة ما وممكن نحقق انجاز علمي او عملي اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 12 دقيقة مساء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للقمر بما انه موجود في الدلو فاخلوه المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء له بكرة 1-6 بيبدأ تقريبا في حدود الساعة 6 و 13 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و 7 دقائق صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر فالقمر المحدب 20 يوم في تمام الساعة 9 و 41 دقيقة مساء بيصبح 21 يوم نسبة الاضاءة بتصير 70% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى يوم 21-6 سعيدة بنسبة 50% القمر في الدلو حتى يوم 1-6 هو منتحس الان ولكن رح تظل الانتحاسة هاي مستمرة لغاية ساعات قبل العصر بشوي الانتحاسة وبعدها بده يتحول لسعيد في ساعات العصر فكلها منتحس او سعيد بيكون بنسبة 25% اما بالنسبة العطارد في الجوزة بيتراجع حتى يوم 22-6 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزة حتى يوم 2-6 سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 11-6 سعيد بنسبة 45% المشتري في الحوت حتى يوم 20-6 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% اورانوس في الثورة حتى يوم 20-8 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% اما بالنسبة لبلوتوف الجذب بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يطلقى دعاوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة حاول انك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اليوم في نوع من انواع التحالف مع الزملاء والاصدقاء والجيران اهم اشي انك ما تبقى وحيد حاول انك تخرج للقاء الناس خلال هذا اليوم برضو حاول انك تنجز كل الاعمال المهمة قبل يوم الغد لان القمر رح ينتقل للحوت يعني بيت متعبك فرح تمر في فترة سلبية برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل طبعا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل اهم شي انك تقدم افضل ما لديك لانه ممكن اليوم تحقق انجاز او تحرز تقدم الفترة هاي فيها نوع من انواع المفاجآت ولكن ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية او الشخصية المطلوب منك انك تكون على قدر المسؤولية الفترة هاي فيها نوع من انواع الصعوبة فعشان هيك بتطلب منك برضو انك انت تراقب سمعتك يعني ما تحاول تشوه سمعتك بالفترة هاي برج الجوزاء بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن اليوم تشاركوا في حملة او ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من احباءكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تتلقى او تلتقي بوجوه واراء وثقافات مختلفة الاجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل اهم شي انك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الاصعدة فحاول انك تستغلها حتى على مستوى اللي عندهم امتحنات الفترة هاي خصوصا الامتحنات الجامعية فالفترة ممتازة برج السرطان بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة او من تعويض ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة في الفترة هاي ما بناسبك اطالة الخلاف والزعل لانه يعني الفترة مش مناسبة للك حاول انك تسارع لتقريب وجهات النظر والمصالحات باستطاعتك ادارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع بتعلق اما بارث او موضوع مالي او حتى قروض بنكية برج الاسد اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بيتطلب تعاون من طرف ثاني اهم شي انه ما تنفعل وحاول الاضاءة على الايجابيات لانه القمر مقابلك تماما فبسحب من طاقتك فاليوم ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال حاول انك تعالج كل التطورات بموضوعية واعصاب باردة اهم شي انك ما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذرة طبعا بيبدأ العمل بتراكم عندكم تدريجيا خلال الفترة هاي لانه القمر موجود في بيت العمل والصحة حاول انكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بتكو تنتبهوا لغذائكم وراحتكم حاول انك ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون اكثر تنظيما واحسن ادارة الوقت عندك اتجنب اثارة العدوات واهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة واهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان طبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هاي فترة مثمرة وايجابية اليوم تستعيد اشراقتك وتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب برضو اليوم بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم اليوم تجدوا تعاون من افراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها اهميش انك ما تفقد الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلق بشأن صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية الفترة هاي برضو بتحمل نوع من انواع المصاريف الاضافية فبدأك تنتبه على مصاريفك برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج بعضكم في نزهة قصيرة يكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ او جر اليوم تتمتع بسرعة بديها وخاطر وباستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح الافكار الجديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وممكن تنشط اليوم بالتنقلات والاتصالات برج الجديد ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي مع هيك بتكون تحذروا من اي خطوة مالية خصوصا اذا كانت الخطوة هاي جديدة ولاسيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج اليوم استحقاق مالي اهم اشي انك ما تتسرع بتوظيف الاموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ الاهم انك تتفائل برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة افضل من سابقتها وافضل من يوم امس اليوم بتعيدلكوا يعني بنعادلكوا اليوم نشاطكم المفقود ووسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي هذا يوم بيحمل معاه انفراج وتقدم اللموس بعد مراوحة وركود من ايام عليك التحلي بالحكمة والواقعية للامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات واليوم بتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر برج الحوت طبعا ما زال التعب بسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي حاولوا تنظيم اموركم والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف اموركم والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير او من سوء تفاهم او التباس اهم ايش انك تحاذر من البدء باي شيء جديد ما تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط حاول انك تنظم امورك والضاعف المجهود عندك عشان تقدر تنجز بعض الامور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء